بعيداً بقى عن نادي ريال مادريد وجاريث بيل اللي ممكن يكون يعرف يتأقلم برا بقى أوروبا خالص رايح الصين ولا لأ جمان عندنا يورجين كلوف المدير الفني لفريق ليفر بول بيحاول يتأقلم مع فترة الإعداد للموسم الجديد واللي وصفها بالجريبة ووعد منشستر سيتي بمفاجأة كلوف اتحدث عبر قناة ليفر بول قال أخيراً انتهت تلك الفترة ووصل وقال لم أحظى بفترة إعدادية زي دي بدون ست لعبين طول الفترة التحضرية الأمر بيبدو غريب عشان كده وقال فترة تحضرية غريبة لأن عنده ستة من نجوم الفريق مش متواجدين في هذه الفترة التحضرية لموسم كمان تكمل كلامه قال بكرة سوف يصل بعض منهم وكان هيكون الأمر أفضل لو ده تم بشكل مبكر لكن أمور مشت على الشكل ده وأما عن لقاء السيتي في قال خبر السعيدة منشستر سيتي مش هيكون عنده أي فكرة عن الفريق هيواجه الأسبوع اللي جاي لأن إحنا كمان هنتفاجئ نفسنا بالطبع وكمل كلامه وقال أنه هو أكيد بيتمنى أنه يؤدي مباراة قوية أما عن نادي بقى ليبربول وفترته الاستعدات اللي بيقوم بيها قبل انطلاق الموسم فخسر أمام فريق نابلي بثلاث أهداف مقابل لشيء وفي مباراة ودية كنا بنستعرض من كذا يوم مباراة فريق ليبربول أمام بروسيا دولتوماند والأهداف اللي تم تسجيلها من قبل لعبي ليبربول الأسماء معظمها جديدة على ودن فواضح جدنا أنهما بيخد فترة الاستعدادات بأسماء مش بتشارك بشكل أساسي مع الفريق في البطولات الأساسية بالتأكيد يا مريهان كاس العالم على الأبواب كاس العالم وتصفياته إن شاء الله إن شاء الله مصر تكون موافقة فيه